بالنسبة للطاقات قبل ما أنزع اللي هي هوائية أكتريتها في نارية والله هوائية بامتياز وفي مائية في ميزان بعدين مع الميزان عم يطلع لي كل شوي في أسد حبايبي في علاقة شوف ثلاثية مليون في المية رح تنتهي الكرتين طلعوا مقلوبين كروت العلاقات الثلاثية هذا الشخص الشخص الشريك أو خلينا نقول الشريك عم بيكون عنده بعد نظر عم بيفكر بحياتكم خلينا نقول بالخطوات القادمة هو ما إذا كنتوا أنتم منفصلين أو كذا ما عم بيفكر بصغائر الأمور بالزعل بالبلوك بهاي الأشياء الفاضية هو عم بيفكر لأكتر من هيك عم بفكر للارتباط عم بيفكر حتى أنه ممكن أنه يتسافروا مع بعض عم بيختارك وبترك الطرف الثالث زي ما قلنا عم تنتهي عندك فترة الإحباط أو الامتواء أو الصراع النفسي عم بشوف نجاحي كتير من ناحية العمل نفس الشي قلنا هذا الكارمة أو الحظ رح يشتغل كمان في العمل من بعد صراعات مع أشخاص يمكن من أطراف هوائية أو مائية أو نارية على الأخص نارية ممكن تكون عم بيكون نجاح عليها أو انتصار على هدول الأشخاص شايف فيه شخص ممكن يتقرب منك إذا كنت أعزب هذا الشخص صفاته يعني خلينا نقول متوسطة بالبداية مش هداك الشخص اللي رح يعجبك لكن أنا بحكي لك أنه الشخص الجديد رح يدخل لحياتك هاي الفترة رح يكون خير لإلك لأنه هاي فترة كيف تقولك أنه فترة خير بشكل عام إلك وحظك حلو في هاي الفترة فاستغل هاي الفترة شايف بعض الأشخاص عم بيصير عندهم زواج أو الأشخاص المتباعدين أو اللي على علاقة أو حتى المطلقين شايف إلهم رجوع شايف فرحة شايف حب حقيقي عم بيتتوج أو بيترسم أو بيتطور شايف إنه الشريك رح يحتاجك كتير بالفترة الجاي ما بعرفه يمكن ماديا يمكن عاطفيا تسانده عنده مشاكل كتير عم بتكون كتير مساند لإله وهو مساند لإلك لقراءات العاطفية حبايبي بتعرفوا إنه ممكن تكون عكسية إذن أكتر إشي مسيطر على الأسد هاي الفترة الأمور العاطفية وممكن يكون في عنده سفر مبين الأشخاص المصرين على السفر لهم فترة عم بيبين عندي الأسد بده سافر ففي هاي الفترة في فرصة حلوة للسفر أو تخطيط أو مراحل حلوة عم بتصير من ناحية السفر الناس اللي عندهم محاكم من قرج الأسد عم بيصير في عندهم جوستس عم ياخدوا حقهم والكارما عم بترجع لهم خاصة المحاكم اللي فيها مال أو حضانة أولاد خلينا نشوف أكتر عاطفيا لأنه دايما بتحكولي بدنا شوي عاطفيا أكتر أو طراءة عاطفية منفصلة رح أحاول إنه نعمل يعني عاطفية منفصلة شوف حبيبي برج الأسد عم بتكون كتير مبسوط نتيجة الأمور اللي صارت في عندك يعني في أمور رح تصير أو أحداث في العلاقة العاطفية رح تكون كتير مبسوط عم تتفرج عم تتفرج على إما طرف الثالث أو الانتصار على الطرف الثالث لأنه مبين عندي في رجوع أكيد وفي حتى الناس اللي موجودة مع بعضها من الأصل في تطور في المشاعر خلينا نقول أو في العلاقة ولكن في طرف الثالث عم بيكون مش متواجد ولكن عم براقب مش عاجبه هذا الطرف الثالث شايف الشريك طبعا بالعلاقات العاطفية بظلني أرجع أقول إنه ممكن تكون عكسية الشخص أنت أو الشخص الآخر ممكن أنه يعني شايفيتكم حتى التنين مندفعين ناحية بعض في نهاية لطرف الثالث مع إنه عم بيحاول بيشتى الوسائل إنه ينتصر ولكن شايفي نصر بهاي الفترة على هذا الطرف الثالث المال بيّن عندنا حتى بالقراءة العاطفية فهذا بيكون في وفرة مالية حلوة كثير لبرج الأسد النساء من برج الأسد عم بشوف عملية تجميل عم بتمر على خير وعم بتكون ناجحة كثير في مال رح يجيك إما من ترقيف العمل أو من عمل إضافي أو حتى فرصة عمل جديدة هاي المشكلة اللي أنا قلت عنها اللي رح تصير عند الطرف الثالث ورح تنتصر عليه فالطرف الثالث ما رح ينتهي بسهولة رح ينتهي نتيجة مشكلة كبيرة نتيجة موضوع كبير رح ينفضح رح فيه أمور هو كان يعملها مبين هون أمور ممكن تكون أعمال وشغلات هو السبب كان في خدلانك بالفترة الماضية أو كان منتصر عليك والآن أنت عم تنتصر عليه شايفي أكتر شي شايفيتك منور مستشفي من الطاقات السلبية آآ فرحان مبسوط منتصر هاي الفترة فكتير ورق حلولة برج الأسد ان شاء الله يرب انه ينطبق على أكبر عدد. خلينا نشوف إذا في تحذيرات أو شي بهذا الورق. عم بشوفك عم بشوفك برج الأسد معاك مفتاح. مفتاح بيت مفتاح قلب الحبيب فيه معاك مفتاح معين آآ إما مسكن جديد انت رح تنتلكه آآ أنا أكتر بشوفه عاطفيا قلب الحبيب انت معاك المفتاح تبعه. فمثل بيقولك ما تخاف الهواجس أو المخاوف اللي عندك إياها كلياتها يعني تقليد مش أصلي. فما تخاف آآ انت يعني القلب الحبيب معاك وانت مالكو فما يعني ما تخاف آآ من الأمور اللي عم بتسير لأنها آآ أمور آآ مؤقتة خلينا نقول آآ والحبيب شفته بالورق عم بتغير عم آآ بيحاول انه يوازن فلا شايفة انه والأمور العاطفية على أتم وجه. كمان بالعمل آآ الورق كان حلو كان في انتصار فنكون متفائلين هاي الفترة لأنه الأسد له فترة وهو سوداوي شوي او متشائم خلينا نقول ومعاحق يعني هو من بداية السنة كانت تصير معاه شغلات شوي متعبة طعنات من أشخاص بقول لك حب حالك يا حبيبي بقول لك انت بتستحق الأفضل انت بتستحق أفضل ما انت آآ عليه يعني آآ فقات لحالك ايمة اهتم بحالك اكتر من جوه انا عم بقول من برا طبعا عن الأسد معروف بالتألق والأناقة والكزا آآ بس انا عم بقول من جوه من جوه آآ اكتر حب حالك آآ مش الموضوع ما فيه أنانية أو كزا آآ بقول لك انت بتستحق الأفضل اختار الأشخاص الأفضل آآ استغني عن الأشخاص اللي مش اللي هما سامين في حياتك ها حاول تكون آآ عقلاني شوي بكفي آآ يعني نفكر كتير بقلبنا وننسى موضوع العقل في شخص عم بيرائبك كتير بشكل مش طبيعي بحب بشغف عم بيمثل انه هو ما بده ياك او بده يبعد او كذا بس هو عم بيرائب من ورا لورا فيعني شي كتير حلو بقولك بقولك انه هون انه كتير انت قوي وراح تكون قوي في الفترة الجاي راح تكون الامور زمامها في ايدك انت مش على العكس سي ما كانت بايد الاطراف الاخرى بهاي الفترة راح تكون بايدك